السلام عليكم ورحمة الله في الفيديو دوت هقول لكم لو انت مركب خطين او شريحتين في الهاتف بتاعك وطبعا لما بتكون انت مركب خطين او شريحتين عندما بتيجي تعمل الاتصال بادما يقول لك عايز تتصل من انه شريحة سواء الشريحة رقم واحد او الشريحة رقم اثنين وطبعا في ناس ما بتحبش الخاصية ديت بيبقى عايز مجرد ما يبتصل الاتصال يتم من الخط اللي هو عايز يعمل مكالمة منه تمام فان شاء الله في الفيديو دوت هقول لكم ازاي تختار الشريحة اللي انت عايزها او الشريحة اللي بيبقى عليها رصيد تمام لان معظم اما بيكون حد مركب شريحتين في الهاتف بيبقى في شريحة عليها رصيد والشريحة التانية بيبقى مشغلها استقبال فقط ففي الفيديو دوت هقول لكم ازاي تختار الشريحة اللي انت عايزها او اللي انت هتستخدمها لاتصال بدون ما يسألك عايز تتصل من الخط رقم واحد او الخط رقم اثنين تمام وعشان تحل المشكلة دي كل انت هتعمله اول حاجة هتبدأ تضغط على الضبط ومن الضبط هتروح على الاتصالات بعد كده هبدأ اضغط على ادارة بطاقة اس اي ام بالشكل ده وبعد ما اضغطت على ادارة بطاقة اس اي ام هليه بقول لي هوت المكالمات ومختار لي السؤال دائما معنى المكالمات ومكتوب اسفلها السؤال دائما يعني كل ما اتصل على اي مكالمة بيسألني عايز تعمل مكالمة من الخط رقم واحد او الخط رقم اتنين طيب انا لو عايز اختار شريحة واحدة للاتصال تمام والشريحة التانية تبقى استقبال فقط كل ما انا هعمله هبدأ اضغط على المكالمات بالشكل ده بعد كده هتشوف الشريحة انهين اللي انت عايز تستخدمها للمكالمات يعني لما تعمل اتصال الهاتف يتصل بالشريحة بدون ما يسألك عايز تتصل من الشريحة رقم واحد او شريحة رقم اتنين فان على سبيل المثال هبدأ اختار شريحة رقم اتنين بالشكل ده كده بعد كده يقولين هو ستستخدم المكالمات الصادرة اسايم اتنين تمام يعني اي مكالمة انت هتعملها هيبقى من خلال البطاقة رقم اتنين وفي الحالة ديت مش يسألك بعد كده انت عايز تتصل من البطاقة رقم واحد او البطاقة رقم اتنين كذلك اذا رسائل. لو انا جاءت على الرسائل بالشكل ده كده. تقول لي انا هو تبرضك ان انا لما ببعت رسالة باختارها لي من بطاقة الاسا اي ام واحد. فانت بتشوف انت عايز تبعت رسالة من انهي خط وتبدأ اتعلم عليها عشان ما ما يسألكش بعد كده تمام? عشان ما اقولكش انت عايز تبعت رسالة من خط رقم واحد او الخط رقم اتنين. كذلك بيانات الهاتف المحمول لو انت غطت عليها بالشكل ده. بتبدأ برضك تشوف انهي بطاقة اسا اي ام انت عايز تشغل عليها بيانات الهاتف او تستخدم الانترنت من خلالها تمام? وتبدأ تحددها عشان بعد كده ما يسألكش انت عايز تشغل انهي بطاقة. وده كان فيديو بسيط ازاي بطاقة اسا اي ام للمكالمات الصادرة. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. وزي عجبك الفيديو اضغط لايك. وابس نشوش لاشتراك في القناة عشان شجعونا اللي احنا هنعملكم فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة